في البداية جماعة عندنا هنقيس النصف الكتر بتاع الكرة وهنقيس طول الحبل ونجمعهم على بعض هيتطلع لي ال ال كابتال طول الحبل من على كمة لغاية سطح الكرة هيتطلع لي ال ال كابتال اللي عايزين عندي في القانون بعد كده تدع أحرك البندور بزاوية صغيرة أحركه عشر مرات يعمل دورة كاملة عشر مرات ومعايا ستوب وش بتحسب زمن العشر دورات دورة الزمن بتاع العشر دورات اقسمه على عشرة هيتطلع لي الزمن الدوري ال واحد بعد كده اقوم مغير الطول واحسب الطول ال ال كابتال بنفس الطرق اللي فاتت وعمل برضو عشر دورات وطلع الزمن الدوري الزمن الدوري بتاع العشرة دورات اقسمه على عشرة عشان يطلع لي الزمن الدوري بتاع الدورة ال واحدة للطول دوت وقرر نفس الخطوات اللي فاتت لمدة لخمس مرات وطلع خمس قيم وبعد كده أعوق في الرسم البياني وهي طلعنا نتاج المسألة